أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 43 ألف شخص نزحوا بسبب الفيضانات التي ضربت شرقية ليبيا وفي منشور على منصة أكس أوضحت المنظمة أن نقص إمدادات المياه النظيفة يدفع كثيرا من النازحين إلى الخروج من مدينة درنة إلى مناطق أخرى في شرق البلاد وغربها كما أوضح حتى أن ما يزيد عن 1300 شخص نزحوا إلى الطبرق وأكثر من 700 أخرين إلى بنغازي